ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام بالمناسبة هذا اللقاء بالنسبة لي اللقاء الذي طال انتظاره انه انا كنت محتاج اعمل اللقاء ده للمنقشة في عشرات القضايا لو صح التعبير واقدر اقولك ان انا حاولت قدر الاستطاعة استثمر هذا الفصل في المنقشة في قضية مش متعلقة بموضوعنا الرئيسي وهو ان احنا بكرة الصبح تسعة صباحا هتبدأ الانتخابات الرئاسية لمدة تلت ايام زي ما حضرتكم عارفين اتناشر ساعة يوميا من تسعة لتسعة يمكن موضوعنا الرئيسي تحديدا هو ازاي هذه الانتخابات الرئاسية بتستكمل دعائم الجمهورية وتخلق استقرارا او اثرها على استقرار الوطن اللقاء الذي طال انتظاره هو بالفعل زي ما كنت بقول لحضراتكم مع الاستاذ الدكتور محمد كمال الاستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة منورنا فاند شكرا جزيلا ازاي حضرتك الحمد لله وسعيد ان انا اكون معاك لا انا اكتر وبعدين احنا مشانا حاولت اوصل الاتفاق واحنا في الفاصل ارجوك ما تقوليش يا استيز انفعش اعود قدوم حضرتك وتقوليها استيز دكتور محمد انا النهاردة علشان اقول انا عندي انتخابات رئاسية فيها اربعة من المرشحين بمختلف ايديولوجياتهم توجهاتهم انحيازاتهم او انتماءاتهم الحزبية الى اخره او مستقل الى اخره انا بقول انه هذه الانتخابات لها علاقة حقيقية بمسألة الاستقرار السياسي الى اي مدى الانتخابات بيبقى ليها اثر على الاستقرار السياسي المستقبلي مش بس الاني يعني الحقيقة الانتخابات اللي هتبدأ في داخل مصر جدا ان شاء الله لها شقين شق مرتبط بالدولة المصرية وشق مرتبط بالمرشحين وانا هبدأ بالشق اللي مرتبط بالدولة المصرية لان نعتقد انه هو في غاية الاهمية يعني احنا بنتأكيد بنتكلم على دولة مصرية جديدة بدأت مع حراك المصريين في 30 يونيو وانه كل المرشحين في هذه الانتخابات مرشحين الاربعة هم ابناء دولة 30 يونيو الدولة دي زي ما ليها ابناء ليها ايضا اعداء اكيد ابناء دولة 30 يونيو والشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو كان هدفه الاستقرار وهدفه التنمية وبالتالي كل اللي مؤمن في 30 يونيو مؤمن بالهدفين دولة في الجانب الاخر هناك خصوم واعداء دولة 30 يونيو اللي بيتمنوا يا اما هدم هذه الدولة لبناء دولة جديدة على اسس مختلفة او انه هذه الدولة تعيش في مشاكل وتحديات وعدم استقرار دائم وبالتالي انا اعتقد الناخب اللي هيخرج بكرة يجب ان يضع هذه القضية في ذهنه يعني دولة 30 يونيو محتاجة مسندة محتاجة اللي مؤمن بهذه الدولة يخرج ويقول انا ما زلت مؤمن باهداف هذه الدولة وما زلت ضد خصوم هذه الدولة بغض النظر عن التفاصيل اللي بتتعلق من المرشحين كاشخاص وكبرامج فانا شايف الحقيقة لما بتكلم على انها يعني مسألة المشاركة مسألة وطنية انها مرتبطة بالدولة الدولة كل فترة كده محتاجة جرعة منشطة الانتخابات هي احد هذه الجرعات المنشطة فالخروج للتصويت ايا كان المرشح اللي هتختاره وايا كانت توجهاتك او تفضلاتك السياسية اعتقد هي تعبير عن انك مؤمن بالتغيير اللي حصل في 30 يونيو ومؤمن بدولة 30 يونيو وتريد للدولة او لدولة 30 يونيو ان تستمر دولة 30 يونيو زي ما قلنا كان هدفها تحقيق الامن والاستقرار وانا لو عايز احط يعني عنوان للمرحلة القادمة مرحلة ما بعد الانتخابات ايا كان المرشح اللي هيفوز فيها انا اعتقد عنوانها يجب هو الحفاظ على الامن والاستقرار وتحقيق المزيد من الاصلاح الحفاظ على الامن والاستقرار هدف اساسي وانا اعتقد هدف كل المرشحين وهدف كل المصريين ووصلنا لهذا الامن والاستقرار يعني بعد اكتياز تحديات ضخمة جدا سواء الامن في مواجهة الارهاب او الامن بمعناه الواسع فبالتالي الحفاظ على الامن اللي تحقق وده الحياة بنش ببالغة يعني ده نعمة كبيرة جدا بتتمتع بيها مصر يعني زورت العديد من الدول العربية اللي مرت بظروف قريبة من اللي مرت بيها مصر ولكن للأسف يا اما يعني ما تزال في حالة عدم استقرار او انه التغيير اللي حصل فيها ايا كان دوافعه ادى الى انهيار الدولة وفشل الدولة فمسألة الحفاظ على الامن والاستقرار اعتقد هدف كل المرشحين وشيء يعني او نعمة لابد ان نحافظ عليه النقطة التانية تحقيق المزيد من الاصلاح تحقيق المزيد من الاصلاح معناه انك بتبني على ما تحقق ما بتبدأش من السفر وانا اعتقد تحقق الكثير في مجالات الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي وغيره ولكن يمكن ان يتحقق المزيد من الاصلاح في المجالات المختلفة وده لب البرامج الانتخابية للمرشحين المختلفين فالهدف الحفاظ على الامن والاستقرار ولكن في نفس الوقت تحقيق المزيد من الاصلاح انا بقول برضو بنتكلم على تحقيق المزيد من الاصلاح لما بنتكلم على الفكر يعني السياسي والاقتصادي هو فكر بشري بالاساس ولا يوجد يعني اجماع على فكرة واحدة ومن الوارد بل من الصحي ان يكون هناك تباين في وجهات النظر حتى لو اتفقنا على الهدف يعني ممكن نتفق على هدف تحقيق التنمية الاقتصادية انا كمرشح شايف والله انه اعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص فيه مرشح اخر يقول لا ندي للقطاع العام فيه مرشح يقول والله الجمع بين الاثنين فيه مرشح من المرشحين ممكن يقول والله التنمية تبدأ بالاصلاح الاقتصادي ممكن مرشح تاني يقول والله لا ده تبدأ بالاصلاح السياسي ممكن واحد تالت يقول لا خلينا نركز على التعليم لو حصل تقدم في التعليم هيبقى ليه اثر ايجابي على كل المجالات فالتعددية دي شيء مهم وانا اعتقد الانتخابات الرئاسية المصرية فيها قدر من هذه التعددية الفكرية والايدولوجية يعني فيه من يمثل اليسار او يسار الوسط وهناك من يمثل اليمين وهناك ايضا من يمثل طيار الوسط فيه فرصة امام الناخب انه اولا يعبر عن انتماؤه وتأييده لاستمرار دولة 30 يونيو وفي نفس الوقت لديه الفرصة للاختيار بين الوان مختلفة تسعى لتحقيق اهداف دولة 30 يونيو طيب دكتور محمد كمال لاحظ ان انا طالع بريك فصح انخذت باقي طول اني وصيت فعرف ان فيه بريك فانا هستأذن يا دكتور ان انا هروح للفاصل وبالمناسبة الخيارين بالنسبة لي رائعين يعني لانه في الفاصل بستسمر هذا الفاصل مع الدكتور وبعد الفاصل هستقنف هذا النقاش اللي يهم حضراتكم ايضا مع دكتور محمد كمال استأذنكم في فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام اهلا بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب وضفنا العزيز الاستاذ الدكتور محمد كمال واستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ولسه فيه اطار حدثنا حول الانتخابات الجمهورية الجديدة ومسألة الاستقرار السياسي بشكلها وحضرتك قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم على انه احنا فيه عندنا اربع مرشحين باربع اتجاهات اربع ايدولوجيات على ما يبدو في النهاية الكل زمحتك ذكرت في بداية الحديث الكل من مجموعة 30 يونيو 30-6-2013 وفي الناحية التانية فيه خط مواجه طب انا هنا ممكن يبقى فيه عندي السؤال هل الانتخابات دي اقدر اقول انها مختلفة عن انتخابات 14 و 18 مش بس في الداخل لكن ايضا امام عواصم القرار امام العواصم الكبيرة العواصم اللي بتشترك معانا في بعض الملفات او بتقود ايضا في بعض الاحوال ملفات اخرى يعني هي طبعا مختلفة في جانب اساسي انه يعني والانتخابات شغالة فيه ازمة دولية كبرى في فلسطين في غزة ويعني مش مجاملة ومش بقول الكلام ده لاننا يعني مصري ولكن كل دول العالم بتتطلع لي الدور المصري في هذه الازمة بدءا من موضوع ادخال المساعدات الانسانية الى الموضوع الخاص بالهدنة الانسانية وتبادل الاسرة والرهاية لمصر كان ليها دور كبير جدا فيه الى المسألة الكبرى اللي قد تواجهنا بعد يعني اسابيع او شهور وهي مسألة اليوم التالي في غزة كيف يتم ادارة غزة كخدمات كتعليم كصحة كامن سيناريو ما بعد المعركة اه سيناريو ما بعد المعركة وايضا مسألة اللي في غاية الاهمية واللي مصر بالتأكيد يعني هيبقى ليها دور اساسي مسألة امن غزة مسألة حدود غزة ومن يتولى تأمين هذه الحدود فالانتخابات بتتم يعني في هذا السياق اللي مصر الحياة لها دور كبير جدا فيه وايضا الانتخابات بتأتي يعني بعد عدد من الازمات الكبرى اللي شهدها العالم واصلت علينا بدءا من الكورونا ثم اوكرانيا ثم الآن غزة اللي كان لها يعني تبعت علينا على الاقل من الناحية الاقتصادية لانه اقتصادنا كجزء من حركة العالمة اللي موجودة في العالم مرتبط باقتصاديات العالم في الصادرات وفي الوالدات وبالتالي لما بيبقى فيه تضخم في العالم هذا التضخم بيتم تصديره اليك لما بيبقى فيه حالة اضطراب وعدم استقرار في المنطقة زي ما احنا شايفين دلوقتي مؤكد بيؤثر على دخلك من السياحة فاللي عايز اقوله انه الانتخابات بتتم في اطار عدد من التحديات الكبرى ولكنها ايضا تتيح مجموعة من الفرص مرتبطة بدور مصر الاقليمي اللي لا يمكن الاستخناء عنه سواء في ازمة غزة او غيرها من الازمات الاخرى طيب في اطار انه هناك تحديات وهناك فرص وفي اطار كل التحديات بقى الكتير اللي حواليها يعني عندي ما بين الكورونا وصولا لاوكرانيا ذهابا الى الحرب في فلسطين وعندي في الناحية الغربية مقدرش اوصف الوضع الليبي بانه الوضع المستقر وعندي ما يحدث في السودان وزي ما بيستخدموا كده وما قدرانا بما يحدث في السودان دي تحديات مهولة جزء منها عالمي وجزء منها اقليمي فرص المرشحين الاربع ايا كان مين اللي هيفوز ازاي هيقدر يخرج من مرحلة مجرد الاستقرار الى المزيد من الاصلاح او التقدم يعني طبعا التعامل مع هذه الازمات وخاصة الازمات الاقليمية يعني محتاجة خصائص معينة للقيادة محتاجة خبرات معينة انا عايز بس ارجح حتى قبل ما اتكلم على المرشحين الاربع تخيل انه لو ما كانش حصل 30 يونيو ونتخيل انه طيار الاسلام السياسي هو الحاكم الان في مصر يعني موقف مصر من ازمة غزة كان هيبقى ازاي كان زمانا منخرطين حتى الثمالة في الحرب بالزبط يعني كان هيبقى تورط ومغامرات مسألة الامن القومي المصري والمصلحة الوطنية المصرية ما كانتش هتبقى في الزهن على الاطلاق بالاضافة طبعا يعني حالة الفوضى وعدم الاستقرار اللي كانت موجودة في الفترة زي ما سابق الرجل وعمل المؤتمر دعم سوريا ولبيك سوريا واحنا جايين بالزبط 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 فالحقيقة يعني فعلا مصر من الدول القليلة يعني كل حدودها مشتعلة بدأت بليبيا ثم السودان والان غزة فمحتاجة يعني الاهتمام بهذه الملفات بشكل حكيم وبشكل رشيد بحيث لا تؤثر على الملف الاساسي اللي هو ملف التنمية يعني اي قيادة في العالم الاهتمامها الاساسي هو الداخل هو البناء هو التنمية الاقتصادية هو تقديم الخدمات احيانا الازمات الخارجية دي يعني بتمثل نوع من اللي بنسميه الاغواء بالتدخل طب ليه انا ما تدخلش في الازمة دي طبعا هذا النوع من التفكير لما دولة بتقع فيه بيبقى صعب جدا انك تخرج منه وانا بتكلمش حتى دول بحجم مصر ولكن دول زي الولايات المتحدة لما دخلت فيه افغانستان او العراق او بيتنام اه بالضبط بتخش فيه مستنقع لا تستطيع الهروج منه والهدف بتاعك بيضيعه وبالتأكيد بتؤثر على اوضاعك الداخلية فالتعامل مع هذه الازمات الحقيقة محتاجة يعني قيادة هادئة ورشيدة وصاحبة خبرة وقيادة بتضع يعني امام عينها دائما الداخل وقضايا الداخل والاهتمام بالداخل وانه هذه القضايا الخارجية لا يجب ان تؤثر على استمرارية عملية البناء والاستقرار الداخل بتعتقد يا دكتور ايه اكبر فرصة باسأل سؤال يقولولي طايم ايه اللي افترها دا طب اسأل السؤال واسمع الايجاب اكبر فرصة امام مصر خلال او خلال الفترة القادمة في ظل كل هذه التحديات لا انا اعتقد فيه فرص كثيرة تحت عنوان الاصلاح وانا اقول باختصار انه يعني جلسات الحوار الوطني اللي تمت في الفترة الاخيرة قدمت الحقيقة مجموعة من الافكار الطيبة جدا للاصلاح السياسي واحنا فيه عندنا يعني انتخابات مجلس نواب ومجلس شلوخ ومجالس محلية ممكن بناء على التوصيات اللي طلعت من الحوار الوطني تمثل فرصة للمزيد من الاصلاح السياسي انا اعتقد ايضا مع التقدم التكنولوجي الكبير الملف بتاع يعني تحسين اداء الحكومة والبيروقراطية الحكومية ممكن يتحقق فيه ايضا يعني تقدم كبير جدا ملف اخر هو يعني ممكن نسميه ملف التنمية الثقافية وتنمية الوعي وتنمية الهوية الوطنية المصرية يعني فيه اهتمام رئاسي بهذا الامر واعتقد ممكن يبقى فيه مساحة كبيرة جدا في هذا الموضوع ربما الازمة بتاعة غزة وهدوء المدافع يتيح فرص اقتصادية لمصر في مجال علاقتها الدولية الملف الاجتماعي ايضا يعني الاستمرار في المبادرات اللي تبنتها الدولة حياة كريمة والاهتمام بالقرى الفقيرة الى اخره اعتقد يعني ممكن يشهد المزيد من الانطلاب في المرحلة القادمة فمرة اخرى الحفاظ على الامن والاستقرار مع المزيد من الاصلاح في المجالات المختلفة يجب ان يكون انوان المرحلة القادمة ايا كان المرشح اللي هيفوز في الانتخابات يا رب يا مسهلة شكرا جدا 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 شكرا على انه قابلت دعوتنا واسفين ان احنا مؤخرينك انا اكد انك اكيد ما بتنرشو متأخر كده شكرا جدا دكتور محمد كمال كل الشكر ليك فاندي كل الشكر لأستاذ الدكتور محمد كمال لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يمكن يكون الكلام خلص لحد دلوقتي لكن ما خلصش في المطلق سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة احنا الساعة كم دلوقتي الساعة 12 ودقيقة 9 ساعات بالزبط وهتتفتح اللجان ويبدأ المصريين في اختيار رئيسهم القادم اللي هيبقى رئيس جمهورية مصر العربية من 24 ل 30 ست سنين اظن بيحددوا مستقبل اكتر من 105 مليون مواطن لانه في ناس هتتولد في الخمس سنين اللي جاي في ست سنين اللي جاي بعد اذنكم هتلاقوا الكيو ار كود اللي موجود على الشاشة اذا كنت لسه محتار في اللجنة الانتخابية بتاعتك وايضا لاجل الوافدين من خارج القاهرة القاهرة الاخ 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 تقدروا عن طريق الكيو ار كود تعرف اللجنة بتاعت حضرتك فيه اما احنا لو كلمنا العمر فان شاء الله هنكمل الكلام في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات